بسم الله الرحمن الرحيم طلاب الأعزاء English Lovers أنتوا إيش؟ English Lovers محبي اللغة الإنجليزية الجزء الثاني من التأسيس بحكي عن الفعل والفعل له عدة أقسام رح تكون البداية المقدمة اللي من خلالها رح ننطلق للفعل هو الجدول البسيط اللي أمامنا الجدول اللي أمامنا بعطينا أشكال للفعل أول فعل Base Form Base Form يعني فعل فعل مجرد Base Form فعل إيش؟ فعل مجرد Simple Past Past يعني ماضي ماضي Verb To ماضي يعني إيش؟ يعني Verb To ماضي Verb To وفي عنا كمان Base Participle اللي هو الVerb 3 أو التفسري في الثالث للفعل إذن كم شكل للفعل عنه؟ بداية بنحكي ثلاث أشكال للفعل لكن في الحقيقة اللي رح نحكي عنها كمان شوي خمس أشكال للفعل بشكل بسيط أول بداية هي كالتالي Present Base Form فعل مجرد Simple Past Past Verb To ماضي Past Participle تصريف الثالث للفعل باس Participle التصريف الثالث للفعل نشوف كيف عند الفعل Speak Speak فعل مجرد الماضي منه spoke الVerb 3 spoken الVerb 3 الVerb 3 إيش؟ spoken نجعله write write إيش الماضي من write wrote طب الVerb 3 written جميل إذن Verb 1 Verb 2 Verb 3 نجعله cut آه كنا حافظينه وبنعرف إنه cut الVerb 2 منه والVerb 3 نفس الإشي cut cut لكن لما إيجينا للفعل visit و finish اختلف الموضوع وصرنا نحكي visited وVerb 3 أيضا visited طب finished برضو finished ليش يا أستاذ أنت هون حطيت إيدي وفوق حولتهم تحويل أكيد عندكم إجابة أكيد عندكم إجابة أكيد عندكم إجابة لكن خلينا نحكي مع بعض الفعل speak والفعل write والفعل cut اللي هما الثلاث أفعال اللي أمامنا أكيد كلكم بتسموهم أفعال irregular verb إيش يعني irregular verb فعل غير منتظم irregular verb فعل إيش فعل غير فعل غير منتظم طب الأفعال غير منتظمة إيش نعمل فيها بدنا نحفظها ضمن المجموعة اللي راح توصلكوا إن شاء الله اللي هي مقسمة ضمن مجموعات هذه الأفعال حفظ إذن speak write cut إيش اسمهم irregular verbs irregular verbs أفعال غير منتظمة غير منتظمة أما visit و finish هي أفعال إيش أفعال منتظمة regular regular منتظم regular منتظم ليش سمناها منتظم لأنه بنضيف للفعل إيش بنضيف للفعل إيدي بنضيف للفعل إيدي إذن فعل منتظم فعل منتظم ما أضفنا له إيدي وحولنا التحويل بد يكون غير منتظم اللي هو إيش irregular verb irregular إذن صار في عندي كلامي شوي عن الفعل هذا فعل منتظم هذا فعل غير منتظم وين الصافي؟ ننتقل له الشرح الجملة آه، أنت أستاذ رجعتنا للفيديو الأول لما حكيتنا الجملة subject, verb, object التأسيس الصح يبدأ من الجملة يبدأ من الجملة بتعريف الطالب وين الفاعل وين الفعل وين المفعول به subject, verb, object التأسيس الصح يبدأ من الجملة والجملة البسيطة اللي بتتكون من subject, verb object subject شو يعني؟ subject يعني فاعل subject يعني إيش؟ يعني فاعل آه، إحنا أخذناها قبل شوي تمام verb فعل اليوم شغلنا على مين؟ شغلنا على الفعل object مفعول به اليوم شغلنا على الفعل طيب الفعل بناء على اللي انتو شايفينه يقسم إلى قسمين الفعل شماله؟ يقسم إلى قسمين الفعل يقسم إلى قسمين مين فيرب ايش يعني مين فيرب؟ فعل رئيسي فعل ايش؟ فعل رئيسي وهلبينغ فيرب فعل مساعد الفعل يقسم إلى يقسم إلى قسمين يقسم إلى قسمين فعل مساعد وفعل رئيسي مين فيرب؟ فعل رئيسي هو welfare فعل مساعد يلا ما بعض الفعل يقسم إلى قسمين مين فيرب؟ فعل رئيسي مين فيرب، فعل رئيسي thought فعل مساعد الفعل يقسم إلى قسمين من فعل رئيسي فعل رئيسي وفعل مساعد فعل رئيسي وفعل مساعد الفعل الرئيسي يقسم إلى قسمين اللي هما regular و irregular هذول اللي حكينا عنهم قبل شوي نعم إذن الفعل الرئيسي يقسم إلى قسمين regular منتظم irregular غير منتظم منتظم شو بنحط له ed غير المنتظم هذا شو بنساوي فيه بدنا نحفظهم بدنا نحفظهم إذن الجملة تقسم إلى subject verb object subject فعل verb فعل object مفعول به طيب جميل الفعل يقسم إلى قسمين main verb فعل رئيسي والفعل الرئيسي يقسم إلى قسمين regular و irregular regular شو يعني منتظم irregular غير منتظم إذن يقسم الفعل الرئيسي إلى قسمين منتظم و غير منتظم منتظم شو بنحط له edi و غير المنتظم غير المنتظم هذا بدنا نحفظه غيبا غير المنتظم بدنا نحفظه غير المنتظم بدنا نحفظه نجي على الفعل المساعد أستاذ سؤال بين وبينك مين أهم في اللغة الإنجليزية الفعل الرئيسي ولا الفعل المساعد إذا بدنا نحكي عن تركيب الجملة تركيبة الجملة لا الفعل الرئيسي طب أستاذ أنا عشان طالب توجيهي بدي أسألك عن القواعد قواعد بين وبينك لا الأفعال المساعدة ليش الأفعال المساعدة هي تشكل وتمثل جميع اللغة الإنجليزية جميع قواعد اللغة الإنجليزية يعني يا أستاذ إذا فهمت الفعل المساعد قصبت عنك لك تفهمه إذا اتقنت الفعل المساعد آه إن شاء الله غير نتقنه أتقننا الفعل المساعد كيف وضع بالقواعد مليون فل يعني أحلى ما يكون الفعل المساعد هو كل قواعد اللغة الإنجليزية أستاذ يعني وضح لي أكثر أحكي لك معلومة في اللغة الإنجليزية عنا 12 زمن عنا إيش 12 زمن يعني أنا لما أبدأ أكتب جملة راح تكون على زمن من الأزمنة الـ 12 عشرة منهم عشرة من الـ 12 لازم يكون فيهم فعل مساعد عشرة وثنتين ما فيهم فعل مساعد يعني أنا كلما أكتب 12 جملة متوقع متوقع عشرة فيهم فعل مساعد وثنتين ما فيهم فعل مساعد إذن الفعل المساعد يدخل فيه تقريبا جميع جمال اللغة الإنجليزية تقريبا جميع جمال اللغة الإنجليزية راح نرجع لها بعدين يلا نشوف إذن الفعل يقسم إلى إيش إلى قسمين فعل رئيزي regular و irregular وفعل مساعد إيش الفعل المساعد verb to be verb to have verb to do و models نعيد مرة ثانية الأفعال المساعدة الأفعال المساعدة verb to be verb to have verb to do و model verb نعيد مرة ثانية verb to be verb to have verb to do و model verb model verb إذن الأفعال المساعدة الأفعال المساعدة بإمكاننا نحكي عنها نحكي عنها إيش be have do و models الأفعال المساعدة كم عددها؟ أربع مجموعات أربع مجموعات الأفعال المساعدة أربع مجموعات المجموعة الأولى be have do models إيش هما؟ be have do models الأفعال المساعدة كم مجموعة؟ أربع مجموعات be have do models الأفعال المساعدة أربع إيش هما؟ be have do models أسمع منك؟ يلا be have do models إذن تقسم الأفعال إلى أفعال رئيسية وأفعال مساعدة فعل رئيسي وفعل مساعدة الفعل الرئيسي إما منتظم أو غير منتظم الفعل المساعد أربعة be have do models ننتقل هون بدي نكتب ملاحظة اللي هي بحكيلي عرف define 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 عرف أكتب معي regular و and irregular يعني عرف مين؟ عرف الفعل المنتظم والفعل غير المنتظم طب الفعل المنتظم إيش هو؟ فعل يقبل إضافة فعل يقبل إضافة ed المنتظمة المطالبين نحفظها كطلاب توجيهي تقلبي 120 فعل 120 فعل لازم نكون حافظين تصريفهم الثلاث وجميع أشكالهم إحنا اليوم حكينا شغلنا مع مين؟ شغلنا على على الفعل والفعل إلو خمس أشكال أي فعل في اللغة الإنجليزية إلو خمس أشكال إيش هما؟ verb one present verb one present مضارع verb one past ماضي verb two past participle تصريف ثالث verb three past participle تصريف ثالث verb three base form فعل إيش مجرد و present participle هو الverb ing إذن الجزء الثاني من التأسيس كل التركيز على مين؟ على الفعل كم شكل الفعل؟ خمس أشكال كل فعل في اللغة الإنجليزية أي فعل على الإطلاق في اللغة الإنجليزية إلو خمس أشكال إيش هما؟ بدنا نحفظ الأشكال الخمسة verb one verb two verb three verb ing base four إيش هما؟ verb one verb two verb three verb ing base four نأخذ مثال swim swims السادتي ليش كاتب شكلين؟ ليش كاتب swim وكاتب swims؟ آه انت ذكرتنا في القاعدة اللي كتبناها في الفيديو الأول لما كنا نحكي إنه swim للجمع swims للمفرد يعني لما بنحكي boys swim boys swim طيب علي swims she swims we swim نجي على الفعل do do للجمع does للمفرد طيب إيش الماضي إيش الماضي من الفعل do يلا حكولي dead ممتازين الماضي dead طيب الفربي 3 يلا الفربي 3 done الفربي 3 done بالله عليكم تنتبهوا معي كلمة done كلمة done كتابتها خطأ شائع عن بعض الطلاب كلمة done تنتهي بحارف إيش بحارف إيه طيب يلا الفعل المجرد للفعل do هو do ing doing بدي الفعل المضارع المضارع من الفعل spoken إيش رح يكون الفعل عايوة تمام speak للجمع لما نحكي we we speak طب he speaks نحط للفعل إيش نحط للفعل أفس إيش ماضي speak spoke verbi 3 spoken لاحظ إنه spoke و spoken الفرق بينهم فقط حرف الان spoke spoken go go وإذا كان الفاعل مفرد شو بنحط له بحط له إي أس goes wind verbi 3 verbi 3 gun gun تنتهي بحرف i done تنتهي بحرف i done وgun تمام الفعل المجرد من من go إذا الفعل المجرد go طب ال-ing يا الله حكولي إيش going نجي على الفعل visit إيش بدنا نضيف له بدنا نضيفه إذا كان الفاعل مفرد يلا إيش الفاعل المفرد visits الماضي منه visited ال-verbi 3 أيضا visited المجرد visit ال-ing visiting لكل فعل لكل فعل خمس أشكال لكل فعل خمس أشكال ولازم نكون عارفين الخمس أشكال بالتفصيل لأن هذه الخمس أشكال شغلنا في قواعد الأزمنة والقواعد الثانية باعتمد على الفعل جميع قواعد اللغة الإنجليزية تعتمد على الفعل ننتقل عندي هون سؤال ما هو الفعل المجرد ما هو الفعل المجرد يعني بحكيلي إحنا قدي نحكي عن الفعل وحكينا verb 1 و 2 و 3 و base form و ing إيش هو الـ base form الـ base form هو الفعل هو الفعل أكتب عندك هو الفعل الذي يخلو من الإضافات هو الفعل اللي ما عليه إضافات الفعل اللي ما عليه إضافات طب إيش الإضافات الإضافات S E S E D A N طيب تمام وعشان أعطيك تعريف علمي تعريف علمي مش تعريف لطلاب صف رابع و خامس نحكي هذا الكلام وننتهي لا الأفضل نحكي وما يكون لا verb 2 ولا verb 3 طب ليش ما يكون verb 2 ولا verb 3 لأنه كلمة spoke وكلمة did كلمة spoke كلمة did ما معها لا أس ولا إي أس ولا إي دي والآين جي هل هي فعل مجرد؟ قطعا لا done spoken verb 3 لا معها لا إي أس ولا أس ولا إي دي والآين جي هل هي فعل مجرد؟ قطعا لا إذن بدنا نكتب هون معلومة وأن لا يكون أن لا يكون أن لا يكون أن لا يكون إيش؟ verb 2 أو verb 3 وما يكون لا verb 2 ولا verb 3 هذا هو الفعل المجرد طلعوا شوفوا هون هاي فيزت لا هي verb 2 ولا هي verb 3 لا معها آين جي ولا أس ولا إي دي غو لا تو لا ثري لا أس ولا إي أس ولا إي شي إذن الفعل المجرد هو الفعل الذي يخلو من الإضافات يخلو من الإضافات والإضافات هي أس إي أس إي دي آين جي وأن لا يكون وأن لا يكون verb 2 و verb 3 أن لا يكون verb 2 و verb 3 helping verbs الأفعال المساعدة الأفعال المساعدة حكينا عنهم قبل شوي وهم أكمنوا أربع أنواع الأفعال المساعدة أربع أنواع إيش هما يلا الأفعال المساعدة verb to be كمان verb to do كمان verb to have وأخيرا models أو model verb models أو model verb إذن الأفعال المساعدة تقسم إلى أربع أقسام طبعا كل قسم رح يكون إلو مقطع فيديو خاص فيه إلو درس شرح تفصيلي خاص فيه الأفعال المساعدة كم عددها؟ أربع مجموعات أربع مجموعات أكم مجموعة؟ أربع مجموعات يلا be do have models إيش هما be do have models English lovers محبين اللغة الإنجليزية English lovers محبين اللغة الإنجليزية نلتقي في الجزء الثاني سلام محبين اللغة الإنجليزية